بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يجيب وسؤال من السعودية دلال من السعودية كيف أستمتع بقراءة القرآن وأفهمه هي بتقول أنا بقرأ القرآن بس أنا مش فاهمة وحاسة أن أنا بقرأ عشان لازم أقرأ لكن أنا نفسي أستمتع نفسي أحس بالقرآن شوف يا دلال وشوفوا ناس كتير جدا ربنا قال في القرآن كلام واضح جدا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن سهل هتقول لي بس الواقع ما بيقولش كده أنا مش حاسة أن القرآن سهل أعمل إيه؟ هقولك على فكرة عجيبة جدا بمجرد ما تقرأ القرآن وإنت واخد نية أنت استفيد من القرآن حتستفيد من القرآن إزاي يعني؟ ما قصد أنت مش واخد بالك أن أغلب القرآن أو أكتر من 60% من آيات القرآن آيات سهلة آيات واضحة تذكير بالجنة تخويف من النار تذكير بعظمة ربنا في الكون وخلق ربنا للكون تذكير بأسماء الله الحسنة تذكير بأن الفاعل في الكون هو الله تذكير بقصص الأنبياء وقصص الأنبياء سهل عشان تعرف عظمة ربنا وإدارته للكون إيه دا؟ طب ما هو دا تربع القرآن دا تلت القرآن قصص أنبياء وقصص الأنبياء واضحة والتلت الثاني عظمة ربنا في الكون وخلق القر وخلق الكون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لو بدأت عايز تستفيد من القرآن والله يا حتفهم اقرى القرآن بحب حتفهمه اقرى القرآن بنيت أيوة يا رب إيه عايز تقول لي إيه يا رب؟ ما هو كلام؟ دا كلام ربنا لينا يا أيوة الذين أمانوا دا ربنا بيكلمك تعمل إيه؟ أول ما بتبدأ تقرى بالطريقة دي حتستفيد وحتفهم كتير صحيح حتيجي كلمات ما انتاش فهمها مفيش مشكلة لكن الغالب الأعم فهمه حاجة تانية يمكن تساعدك كتير أنا عندي كتاب موجود أونلاين على عمر خالد دوت نت وحطيني اللينك بتاعه تحت الفيديو دا اسمه الأهداف الإنسانية للقرآن كل صورة من القرآن لها هدف لو فهمت الهدف هتعرف الصورة دي على بعضها عايزة تقولك إيه وهدفها إيه شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله